أقامت كنيسة قصر الدبارة الاحتفال الرسمي لرئاسة الطائفة الإنجلية في مصر بعيد الميلاد المجيد وقد ترأس القداس القس أندريل زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر وسط حضور من عدد كبير من كبار رجال الدولة والزوار من المسؤولين والشخصيات في ظل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا أتقدم لجميع حضراتكم بخالص التهنئة بعيد الميلاد المجيد وأتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم لنا احتفالنا بعيد الميلاد المجيد واسمحوا لي في البداية أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل ما يبزله من مساعي جادة في خدمة وطننا العزيز إن مصر منذ تولي فخامة الرئيس تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة وتسعى الدولة بأكملها في إطار هذه الرؤية نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان يهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري اشتركوا في القناة